أهلا وحبايب شلونكم إن شاء الله زيانين إن شاء الله تكونون بخير شندا سولفويا صديقتي بالتليفون صديقتي خوش مريا ومؤمنة وهاقات لي طلعون فيديوهات وكلها يعني أكل هوايا كوام وكل هذا ما يصير حرام يعني لأنه أكو هوايا جوعانين ناس وناس فقر سواء هنا أو بالدول العربية وخاصة بالعراق فقلت لهي جوز يعني أكو احتمال مثلا اللي يبقي يعني يطول الفقرة أو اللي قدام يشيروا للفقرة مثلي مثل ما أسوي آني مرات مثلا نسوي إذا عدنا عزيمة أو مثلا دريد أوزع مثلا أشيل بالكنتينرات حتى أشتري الصندوق مع الكنتينرات وتدري هي أوزع للجوارين أوزع للناس الفقرة مثلا بالحديقة المتشردين خطيئ لأن ذول جوعانين أكيد قالت والله ما أعتقد لأنه أكو قسم منهم يعني حسب معرفنا يسوون كوام أكل وهذه وقدة أنواع وقدة أصناف بس شنو بعدين طبعا يضموه لو يبيعوه لو هالين هم أصلا أول مجول هنا لأمريكا قسم منهم يعني تعلموا يعني مثلا ما كوا شغل لأنه وهذه بداء ملقة وشغل فلو يسوون كوباب لو يسوون أكلات لو يسوون هاي ويبيعون فإحنا ما علي أنا من ذول إحنا الناس اللي أنا أطلع مثلا شيء عن الأكل عن الأمور الأكلات الصحية واللي مثلا مو كل واحد يعرفها كلهم طبعا تعرف بالنسبة بالعراق أو بالدول العربية تعرف الكوبة والدولمة والبورق والكباب والش اسمه هذا البرياني هيتي أمور هاي كلها معروفة كل أمورية تعرفها وكل واحدة تسويها بطريقة خاصة وحتى يكون قسم منهم مثلا اللهانة القرنابيط وهذه ما يعرفون يسوها إما يسوها مرقة أو يسوها شيء يعني مثل صلطة فأنا جبت لكم اليوم أكلة هي اللهانة واللي يسموها الملفوف يسوها المتعرف فعلي يلفون مثلا يلفون بها لحم أو لحم وتمن أو هاي هاي معروفة كل الناس يعرفوها بساني سويتها غير شكل اليوم تعلمتها من بولانيا هاي أكلة بولانية من تحلمتها من صديقتي إيفا البولانية هي جيراني صديقتي فبالنسبة لهاي الأكلة اللي هي اللهانة شوفو حبيباتي عبارة عن يعني لهانة مثل أثرمها مو ناعم أثرمها هاي شي يعني مثل السلايزات السلايدات يعني بالش اسمع أشي بالقاوس يعني مثلا أسويها وأثرمها بس القضد هذا الكلش قوي شوية منها أطلع حتى القضد القوي بالنهاية هاي أهم أسوي أثرمها وياها بوصل وأثرم وياها لحم مثروم وياها مثلاً جزر وبوتيتا وأحياناً وأحمسة كل البصل والجزر والبوتيتا وياها اللحم طبعاً المثروم بالأولف أويل اللي هو زيت الزيتون دائماً طبعاً أنا استعمل زيت الزيتون فأحمسة وبعدها نبدهن شوية يعني زايد مو كل الزايد يعني واسط وبعدها اللهانة عني مقطعتها على صفحة وغاصلتها وخالت لها ملح وبابريكا وأخلي لها مثلاً فد أشياء مطيبات وهاي ويا طبعاً الثوم ثومها مثروم وأخلي لها من هاي البهارات المطيبات يعني أحب الكاري أخلي كاري وهاي وعلى صفحة خالة معجون ومي بس المي مو هواية كلش قليل حوالي نصف كوب مي ويا معجون معجون كمية زينة حسب ما تريدين إذا تريديها حامرة يعني تخليين معجون أكثر فمن ينحمس كلشي أجيب أذب اللهانة اللي هي انقطعتها وخالت لها ملح وخالت لها فابريكا وأحمسها وياه وبعدين أخلي لها المعجون والمي وبحيث مو يغطيها أوفت شي قليل يعني أول مرة على نار عالية بعدين أخليها على نار هادئة من أخليها على نار هادئة فد فترة تقريباً ربع ساعة هي تشي مو هواية وأنزلها وأخلي لها هاي الخضروات إما مثلاً كرافوس أو معدنوس أي شي تحبين وأكلها طيبة كلش طيبة وبسيطة ومو مكلفة وإضافة إلى ذلك صحية جداً طبعاً اللهانة هي اللي تسحب السكر وتفيد يعني للي يريدون يسووا الريجيم للي يريدون يضعفون للي يريد مثلاً ميسمان يعني كلش صحية وطيبة بنفس الوقت يعني فحاولي أن تجربوها هاي وإذا جربتها طبعاً أسويها مع الرز رز أسوي بس ما أكل رز هواية بطاسة أخلي وخليها هاي وإذا تريدين زلاطة هاي لأن هي هي عبارة عن بحساب مثل الزلاطة وبها صوص قليل يكون ما يكون الصوص يعني هواية أو مثل المرقة ما سويها مثل المرقة فيعني هاي الأكلة اللي تعلمتها من بولونيا طبعاً أكلات هواية متعلمت من بولونيا من فرنسا لأنني مسافراً أدى الدول وسأجيب لكم إن شاء الله الأكلات اللي مو التقليدية اللي عدنا ونعرفها وهذه بس أكلات من الدول وأو أكلة يعني غريبة أو مثلاً ما يعرفون يسوها مثلاً أنا قبل ما سافر بولونيا ما تشين تعرفها سوي اللهامة شون نسوي بس يسوها ملفوف أكو بعض الدول ومثلاً بمصر وغيرها وهاي بس أو هي تشي يسوها مرقة وتنثرهم ناعم ومصر طيبة فنسويها كلش يعني قوية ولا كلش يعني ما يعفد مرة بحيث يعني مستوية بس بيها شي يعني تحسين بأنه هاي لهانة ودتاكليها وطيبة وهذه حبيبتي حبيباتي إن شاء الله أعجبكم الفيديو وإذا أعجبكم الفيديو سووا لايك وشير وإن شاء الله أجيب لكم فيديوهات أخرى بها أكل ونحكي عن الأكل اللي الصحي والجيد واللي هو ما يأخذ منكم لا وقت ولا يأخذ منكم يعني تكلفة باي